هنروح لكرة السلة رجال وكان عندهم مباراة مع نادي التيران مباراة تانية مع نادي التيران في البستو الثري في دور الستاشر في دور السوبر وسطع النادي الأهل النيفوز في مباراته التانية وكده يكون اتأهل مباشرة عشان يلعب الدوري السوبر اللي هم التمانية الكبار اللي بعبوا دوري السوبر وبالمناسبة يعني أنا عايز أوضح شيء أن التحدي السلة محتاج يراجع نفسه شوية في نظام المسابقة زي ما كرة اليد رجعت نفسها في نظام المسابقة لا أتصور لجنة المسابقات في اتحاد السلة برياسة كابتن أحمد كامل حكم الدولي محتاجين يراجعوا نفسهم في نظام الدوري والتغيير مطلوب طب مباراة التيران التانية انتهت كاما انتهت بنتيجة 88-57 طبعا ده كده يكون تأهلنا رسميا إلى دوري السوبر المصري وسيطر لعب تفريقنا طبعا على أحداث المباراة اللي كانت لعب يوم الخميس اللي فات على صارة المهندس حسين عثمان والخاصة بنادي المؤمنين العرب بالجبل الأصفر ملعب طبعا نادي التيران اللي كان أو الملعب الرسمي اللي لعب عليه نادي التيران وفرقتنا كده ضمنت السعود زي ما قلت لحضراتكم مدور التمانية اللي بتلعب نظام الزهاب والعودة عشان نلتب من واحدة تمانية بقى كده لعب الأدوار الاقصائية هنا فيه الترتيب ده من واحدة تمانية ده ملوش لازمة انت بتترتبه بس فطبعا ما ينفعش تلعب مباراة ده فترتيبي بس يعني حتة ان انت تلعب مباراة ده فترتيبي دي تلاغت خلاص معاتش موجود مهم جدا كل مباراة وكل نقطة عرق بتنزم الفرقة يكون لها مرضودة على نتيجك طول الموسم انت النهار ده بتكسب زي ما عمل اتحاد اليد بتعمل مكسب تراكمي اكيومليتد على بعض ده ورده ورده انت لعبت التمهيد اللي فاتت لقيت بسبعة نقطة في اليد وبعد خمسة اتحاد اليد ولجنة المسابقات فطنت الى ذلك مهم جدا لاتحادات البقية ولجنة المسابقات تفطل الى كده ما ينفعش ألعب مباراة ملهاش غير دور ترتيب زي ما اتحاد كورت الطائرة او لجنة المسابقات عامل ساي فات في الرجال اللي هو الدور الترتيبي ملوش لازمة ملوش لازمة النهار ده تلغى الدور الترتيبي حاد كورت طائرة فهم ما فيش حاجة اسمها ألعب مباراة ملهاش دور ولا لها تأثير على بطولة الدور دور ترتيبي لا ده انسى بقى خلاص طيب احنا عندنا في كورت السلة فيه مشكلة اه عندنا اصابات ولكن دم الدفع بمجموعة كبيرة من ناشئين وعلى رأسهم محمد خيري اللي مستر أجوستي طلع فرامان ان هذا اللاعب مايلعبش مع الناشئين في حين هو لسه في المرحلة 18 سنة يعني يقدر يلعب 18 ويقدر يلعب 20 منع مستر أجوستي مشاركته في الناشئين وبالفعل فريق 18 فاز ببطولة القاهرة اللي تلعبت منذ أيام على صالة حلوان بكيادة كابتن محمد أشرف توفيق فازوا بهذه البطولة بدون محمد خيري قرار محترم قرار سليم 100% انا عايز لعب يحل مكان الاصابات اللي عندي سواء عمر زهران او مؤمن خيري طب ازاي هقدر احافظ عليه وهو بيلعب 3 فرق بيلعب 18 وعشرين ودرجة أولى لا يا فندم احنا الدرجة الأولى هي الأهم انت عندك اللي يشيل مكانك في 18 والعشرين ولكن في الدرجة الأولى اللي همحتاجان لك وبقيت فاليو أكتر من قيمتك مع 18 وعشرين فشفنا مشاركة عدد كبير من اللاعبين شفنا عمر عصام موجود شفنا عمر حاتم من 18 سنة موجود شفنا مجموعة من اللاعبين 20 سنة موجود اذا الدنيا تمام ولكن نادي الأهلي برضو عنده مشكلة تانية انت عندك 6 سبع لعبين في دور الجامعات 6 سبع لعبين في دور الجامعات النهاردة عندك بيبو زهران هناك عندك محمود وليد هناك عندك عمر زهران بيلعب في الجيليك سوري أنا آسف عبدالله ناصر بيلعب في الجيليك عندك مجموعة من 6 سبع لعبين النهاردة بيلعبه عندك ربيع أحمد ربيع بيلعب في مدرسة هناك في أمريكا عندك 8 لعيبة من نادي الأهلي النهاردة بيلعبه في جامعات ومدارس ومع ذلك نادي الأهلي كقطاع وقف على رجله فالنهاردة دي مش حاجة سهلة ان انت تمل لعيبة برة واتنين في الدرجة الأولى ومع ذلك انت النهاردة بتاخد كل بطرات القاهرة عشان كده كرة السلة بقت في حتة تانية خالص النهاردة كقطاع ناشينه في الدرجة الأولى بعد الشغل المحترم التعامل والتخطيط المحترم التعامل جوه النادي الأهلي